ولقد آتينا نقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالدين حملته أمه وهنا على وهو وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد فيه مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير